لتطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتوسع في نطاق الشبكات بالإضافة إلى تعزيز القدرات والإمكانيات الرقمية في سلطنة عمان من خلال التكامل والشراك بين القطاعين العام والخاص والشركة العالمية دشنت المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات الهوية التجارية الجديدة مجموعة إذكاء حيث يعكس الشعار الحائز على الجائزة الذهبية والبلاتينية ميوس للإبداعات رؤية المجموعة في سرعة شبكاتها ونقل واستخدام البيانات الحديثة والاعتماد على إبداعات وتطلعات الجيل الطموح من الشباب ولهذا يظهر وجه الشباب وهو ينظر إلى الأمام والمستقبل المشرق القادم طبعا هوية المجموعة واسم الهوية مجموعة إذكاء اسم الجديد المجموعة يعني ترمز إلى الشباب وهم ينظروا إلى مستقبل السلطنة وهي تواكب موجة الثورة الصناعية الرابعة طبعا مجموعة إذكاء تتماشى مع رؤية عمان 2040 وإن شاء الله تكون لها مساهمة فعالة في الاقتصاد العماني وقد جر اختيار الهوية الجديدة لتعكس التزام المجموعة للاستثمار في التقنيات الحديثة وتمكين توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليا في مختلف القطاعات مؤكبة لما يشهده العالم من تطور تقني يشمل كافة جوانب الحياة وبئة الأعمال كما جر اختيار ثورة الأشياء شعارا لمجموعة إذكاء اطلاق الهوية الجديدة للمجموع العماني للتصالات وتقنية المعلومات تحت مسمى مجموعة إذكاء جاء ليتواكب مع المرحلة المقبلة من الأعمال المجموعة في الاستثمار في التقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبالأخص الذكاء الاصطناعي وإنترنشة للأشياء وغيرها من التقنيات الناشئة المرحلة الأولى تمحورت حول الاستثمارات المجموعة في البنية الأساسية وكذلك بعض البنية الأساسية النشطة كالأمن السيبراني والخدمات السحابية المرحلة المقبلة ستتمحور حول مزيد من الاستثمارات في التقنيات الحديثة وعلى همش حفل تدشين الهوية الجديدة أكدت المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير قطاع تقنية المعلومات وخدمات البنية السحابية التحتية وتعزيز التحول الرقامي في سلطنة عمان وتعزيز استثماراتها لصناعة الفرص وتمكين القطاعات الاقتصادية وأيضا تطوير مهارات وقدرات الشباب فضلا عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين في التقنية والابتكارات كما تعتزم المجموعة إطلاق عدد من المبادرات السنوية لتحفيز الشباب على المنافسة بإبداعاتهم وابتكاراتهم من خلال استخدام تقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السبراني وغيرها ه pakman انا ه ه ه ه ه اشتركوا في القناة